طبعاً شيء جميل جداً ننظر واحد بيشوف الجلسة فيها حديثة عن الإيجابيات أو الأشياء اللي تمت لأنه فيه ناس بيعتبروا كلمة الحديثة عن الإيجابيات اللي معناها أن نقعد نحلم كده أو نتكلم عن شيء لم يتحقق لكن بالفعل الحاجات اتحققت وبتدول أنه فعلاً ممكن دي تكون انطلاقة رائعة جداً ويمكن أنا اتحدثت الجزء بسيط في الجلسة الثانية عن إمكانية الإعلام نفسه يكون من ضمن منظومة التنمية هو نفسه يتم تنميته عن مستوى المحلي وهو يساعد في هذه التنمية بشكل تبادلي إحنا محتاجين بقول قناة إذاعية وقنوات إذاعية وتلفزيونية محلية مش بس لكل مدينة مصرية بل حتى لبعض القرى خصوصاً في الجنوب وفي الصعيد سواء الشمال أو الجنوب امتداده على وادي الميل بشكل طويل خلافاً عن امتداد المدن في الدلتا بيجعل حاجته أكبر وعنده فرص أكبر لعمل قنوات لكل منطقة وكل مدينة اللي حتى لهجتها بتتغير لأنه بدون كده يمكن صعب حتى المجتمع نفسه يعرف عن المبادرات الموجودة فيه ويحاول يستفيد منها وده اللي نتمناه مش عايزة أقول أستخدم شعار يعني أصبح محظور الآن زي الإسلام هو الحل لكن خلونا أقول الإعلام هو الحل ورغم سوء الإعلام في الوضع الحالي حالياً شكراً